السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنا ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدد اليوم الاخوان مواضعنا جد مهمة اول حاجة نتكلم على خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اللي بعت رسالة واضحة لفرنسا يا الاعتراف بمغربية الصحراء يا القطعة كذلك بعتروا في هذا الخطاب بعتر اوراق الكابرانات و كذلك نتكلموا الى البيرو اللي طردات اللي اسمت رسها السفيرة ديال بوليزاريو و في الاخير غادي نشوفوا الغراب ديال النظام العسكري الجزائري اللي خارجوا كي يهاجم خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بقوا معايا يا الاخوان شوفوا التفاصيل ديال هاد الموضوع ولكن دائما كانت من نومونكم انكم تدعمونا باللايك بالبرتاج و كذلك الاشتراك المحبين ديال قاناة عالم اسكا الاخانات كتتعرض الهجوم وتكبار كتتعرض القسف من طرف الدوبة بالالكتروني فما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم و دائما تحت شعار الله الوطن الملك و الصحراء مغربية الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة إلا الله على بركة الله هاد ندخلوا صور بالموضوع و هنا اخواني اخواتي هاد نبدأوا بالرسائل الواضحة بحيث اشد جلالة المالك محمد السادس حافظه الله الموقف الاسباني و كانت بطبيعة الحال وحد الرسالة مشفارة لفرنسا يعني صاحب الجلالة محمد السادس حافظه الله ذكر العديد من الدول الاوروبية و فرنسا كانت يعني كتنافق مع المغرب كانت كتنافق و كانت من اول دول دائمة للمقترحة الحكم الداتي ولكن من اللي جاء الصح فرنسا طلت على المغرب و بدأت كتنافق مع المغرب خصوصا من اللي شفت المانيا و إسبانيا دعموا المقترحة الحكم الداتي و كيسعوا إلى شاركات جدد مع المغرب و هنا قد يتبال العلاقة الحقيقية أو الأزمة الحقيقية اللي كان ما بين فرنسا و المغرب أول حاجة الإخوان بدأ بها الخطب الملكي باطر أوراق الجنرالات بحيث اليوم ما غديش يدوز عليهم الناس شنو قال جلالة المالك فقد شكل الموقف تابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقيا لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالضرفيات كما نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع و حقيقته إخواني أخواتي هنا بعض الأوراق ديال الكابرانات اللي كانوا كي يظنوا أن شنهار الولايات المتحدة الأمريكية غادي تبدل موقف ديالها من صحراء المغربية هناك يقول لهم راه هذه حقيقة ما غاديش تبدل يعني ما غاديش تبدل لا بتغير الإدارات ولا بتأثر يعني الضرفيات يعني غيرت هنا و نعسوا على جنب الرحا الولايات المتحدة ما غاديش تغير الموقف ديالها و إسبانيا كذلك ما غاديش تأثر و ما غاديش تغير الموقف ديالها لأن هذا الشي اعتراف دولة بين المولوك يعني بين الملك جلالة الملك محمد السلس حفظه الله و الملك فيليبي يعني الرؤساء ما عندهم شي داخل هذا القرار قرار دولة و قرار ديال المولوك هنا كي يضيفوا كي يقول لهم بأن إسبانيا هي اللي عرفها الحقيقة ديالهاد النزاح و هذه ضربة يعني قوية للكابرانات اللي اليوم ما غاديش يفوت عليهم النعاس و أضف جلالة الملك و قد أسس هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من شراكة مغربية إسبانيا لا تتأثر بالظروف الإقليمية ولا بتطورات سياسية الداخلية هنا إخواني أخواتي كل شي واضح وكل شي بين هنا رقيق صد فرنسا يعني الكلام واضح و إن الموقف البناء من مبادرة الحكم الداتي لمجموعة من الدول الأوروبية منها ألمانيا و هولندا والبرتغال و سربيا و هنغاليا و قبرص و رومانيا سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات التقة وتعزيز الشركة النوعية مع هذه البلدان الصديقة في نهاية فرنسا يا الإخوان و هنا رسالة واضحة لفرنسا يا الإخوان و بمواززا مع الدعم قامت حوالي 30 دولة بفتح قنصوليات في الأقاليم الجنوبية تجزيدا لدعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية و للصحراء المغربية و لا يسعنا بهذه المنسبة إلا أن نجدد عبارة التقدير لإخواننا مولوك و أمارة و رؤساء الدول العربية الشقيقة و خاصة الأردن البحرين الإمارات و جيبوتي و جوز القمر التي فتحت قنصوليات بالعيون و الدخلة كما نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء و في مقدمتها دول مجلس تعاون الخليجي و مصر و اليمن و نود هنا أن نعبر أيضا عن اعتزازنا بمواقف أشقائنا الأفريقة حيث قامت حوالي 40% من دول إفريقية تنتمي لخمس مجموعات جهوية بفتح قنصوليات في العيون و الدخلة هنا إخواني أخواتي كذلك وحد الرسالة للكابرانات كيقولون يعني رعا مقاريب قاريب يعني البوليزاريو غادي ينترد من الاتحاد الإفريقي يعني عندنا 40% و ما بلو غادي ينتردوا أو يقوموا بطردهم من الاتحاد الإفريقي و قد رجعوا الإخوان من اللي قال جلالات الملك باللي العلاقات أو الشركات المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظろف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية هنا إخواني أخواتي هنيرا لادرا لي في فرنسا وننسوش حتى ابنتها يعني الأم والابنة يعني رسالة لهم بجوض هنا إخواني أخواتي نفس الرسائل اللي كانت السنة الماضية اللي كانت مجهل إسبانيا و كانت مجهل ألمانيا اللي يوم رغمجها الفرنسا يعني يتخرج بموقف تابت يتعطي للمغرب اتساع يعني هكذا بالعربية تعرف يا معنا يا ضدنا وأضاف جلالة الملك أمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا من مختلف القارات وجه رسالة واضحة للجميع إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصدقات وناجحة الشراكات لذا ننتظر من بعض الدول من شراكاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل هنا إخواني أخواتي كل شيء بينه والرسالة راه واضحة الكلام واضح ستعطي الموقف ديالها قبل ما يفوت الفوت هنا إخواني أخواتي يختم جلالة الملك محمد صديق حفظه الله بالإشادة بما تقوم به الجالية المغربية بما يقومنا به بالدفع للوحدة الترابية هنا إخواني أخواتي هذا الواجب ديالنا واجبنا كمغاربة سواء كنا داخل الوطن أو خارج الوطن ولكن من اللي كتكون في الخارج ديال المملكة كتكون عندها واحد المعنى أكتر بحيث كيقول جلالته يشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال نظرا لارتباطهم القوي بالوطن وتعلقهم بمقدساتهم وحرصهم على خدمة مصالحه العليا رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم ذلك أن قوة الروابط الإنسانية والاعتزاز بالانتماء للمغرب لا يقتصر فقط على الجيل الأول من المهاجين وإنما تورته جيل عن جيل ليصل إلى الجيلين الثالث والرابح ودبايا الإخوان سننتقلوا الفاضيحة أخرى مدوية كنعرفوه الإخوان بلها الأسبوع البيرو اعترفت بالصحراء المغربية وسحبت الاعتراف ديالها بالبوليزاريو ومن طبيعي أنها تترض السفيرة ديال البوليزاريو أو اللي اسم مطرسها السفيرة البوليزاريو والصورة اللي أمامكم هي اللي اسم مطرسها السفيرة اللي هي خديجة المختاركينة اللي تم الترض ديالها من البيروهية والبيحة ديالها ولكن هاد الأخيرة رفضت أنها ترجع للجزائر ورفضت أنها ترجع للمخيمات الدل والعار وهي الطير إلى إسبانيا وهذا الشي يدل أن المسؤولين بوليزاريو لا يعيشون في المخيمات و لا يعيشون في الجزائر وإنما يعيشون في الدول الأوروبية على حساب أموال الشعب الجزائري هذا خديجة المختار تخلص 3500 أورو يعني من الخزينة الجزائر يعني يا أبو سبع ستخلص جوجة الصفارة واحدة بوليزاريو و واحدة الجزائر في البيرو باش تعرف الأموال ديالك فين كيمشي ودبي الإخوان غدي نتقلوا على أو عند حافظ الدراجي هاد الغراب ديال النظام أو نقول له كلب النظام الجزائري غدي خرج واحد تدوينة مسمومة بعد الخطاب ديال جلالات المالك محمد السادس غدي خرج تدوينة مسمومة وهذا اللي أمامكم معلقش على النظام ديالله اللي سببه تحرق العشارة والعشارة والعشارة من الجزائرين بسبب الحرائق وهذا النظام اللي ما قدرش يشري طائرة لإطفاء الحرائق وشاري طائرات رئاسية كيضور بهم بنبطوش في العالم وهنا هاد كلب النظام شنو كيقول في هاد تدوينة كيقول ليس أسوأ في الحياة من جار السوء يصبح مؤمن ويمسي كافرا يخونك ويغضر بك ويؤديك ويتأمر عليك وينافقك ويتحلف مع الشيطان ضدك يسئ بك ويتجسس عليك ويحرد ضدك يحسدك ويدعو عليك ويتمنى زوال نعمة الله عليك صدق من قال جار السوء أشد من البلأ هنا إخواني أخواتي هالتدوينة هي واضحة وضوح الشمس ولكن اللي يجا يقرأ هالتدوينة غضيظن بالليحة في الدرجة هو مغربي لأن هالتدوينة تنطبق للنظام الأسكري الجزائري المهم إخواني أخواتي حتى اللي هنا كنتم وصلنا النهاية ديل هاد الفيديو كنتمنوا منكم الدعم كنتمنوا منكم أنكم تشجعوا هاد القناة باللايك بالبرتاج كذلك الاشتراك دمتم في رعاية الله شكرا لحسن المتابعة شكرا للحضور دلكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته